موسم الأسرار والأشياء الغامضة لحد الآن نكتشف أشياء جديدة فإذا أول مرة تشاهد الفيديو على القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس وحط لك الفيديو اكتوب كمينت لأيوصلك كل الجديد وكل التسريبات وكل الأشياء السرية في فورتنايت اليوم تم اكتشاف أشياء كثير بلعبة فورتنايت منها العمل المعدنية الجديدة ومنها ستايل الدهبية الخرافي جدا تبع السكين السري تبع البطلباس والعملة المعدنية الجديدة الي تم اكتشافها بمنطقة وبينغود بالغابة العملة المعدنية هي عبارة عن عملة ذهبية مثل مظاهرة أمامكم بالفيديو بتنزل بمنطقة وبينغود قريبة على هذا البيت الصغير بتنزل على هذه المنطقة بتكسر هذه اللوحة بيطلع منها هذه العملة الذهبية هذه العملة الذهبية لحد الآن ربطوها بأشياء كثير بالتسريبات الربطت بمهمات الديدبول مثل ما منعرف لحنا مهمات الديدبول أسبوع أول وأسبوع ثاني الشركة فورتنايت عمت مفاجأة للناس الي هي عبارة عن ستايل ذهبي من أحد الستايلات تبع الديدبول مثل ما منعرف هذا السيزن عبارة عن كله ذهب وكل سكين كان له ستايل ذهبي خاص فيه مثل مثلا السكين الموزي له ستايل ذهبي لما توصل لفران hablando اجساد لفران oft ظهبة فورتنا البستايل يقص بذكر ع بفران نحن علم أن سكين ديت بول كمان عملو له ستايل دهبي اللي هو مسرب هالله حاليا بالملفات واذا انت ما حطيت لايك خلال الخمس سوان القادمين لح تحصل الستايل ابيض واسود ما لاح تحصله دهبي فحط لايك للفيديو فمتل ما منعرف سكين ديت بول نزله باك بلينك ظهرية اللي هي ظاهرة امامكم بالصورة هاي الظهرية عبارة عن سيفين ونزله ستايل دهبي بملفات اللعبة لحد الان مماروف ونحن خلصنا المهمات للاسبوع الاول والاسبوع الثاني سكين ديت بول متل ما بنعرف ما هو السكين السري بتبع البطل باس ما بتقدر تحصله اذا انت مو شاري البطل باس سكين ديت بول نزله ستايل دهبي جديد ربطوا الستايل الدهبي الجديد هذا بالعملة المعدنية اللي موجودة في بوبينك بود اللي حكينا عليها باول الفيديو هاي العملة المعدنية بتنزل بهذا البيت اللي صغير اللي اللي حاله هناك على جناب بتروح بتكسر اللوحة الكبيرة اللي فوق الباب بيطلع مننا عملة معدنية هاي العملة المعدنية عبارة عن Gold Coins هاي العملة المعدنية ما إلى أي فائدة لحد الآن بس هي ارتبطت بمهمات اللستال الدهبي تبع الديدبول شلون ارتبطت فيه ارتبطت مثل ما ارتبطت الرسالة تبع بروتوس اللي بتفتح فيها اللستال الجوست والشادو اللي بمنطقة القارب تبع الميو بتروح بتاخد هاي الرسالة وبتروح بتوديها بالبريد نفس الموضوع صار انك انت ربطوها بسكين الستال الدهبي تبع الديدبول انك انت بتروح بتجمع هاي العملات المعدنية من المعب والدليل على هاد انك انت لما تاخد العملة هاي المعدنية من فوق اللوحة تكسرة مكتوب على جنب بوصف العملة المعدنية وما لا أ Gabe استخدام لحد الآن هاي عملة المعدنية مكتوب عليها انه هاي العملة المعدنية مانشورة بكافة أرجاء المعب وبتجمع فانت اذا قلت تحت بهذا الكوخ بتلاقي متل الكمبيوتر قاعة اجتماعات قاعدة اجتماعات هاي كانت ممثلة عبارة عن الاسكنات تبعات البطلباس الخمسة وكانت ممثلة بانه فيه كمبيوتر تحت كبير بدك انت تجمع فيه هدول الليرات الدهب او القولد كوينز وتروح تبدله او ترسله عن طريق الايميل عن هذا الكمبيوتر مثلا مثل ما صار بالكمبيوتر تبع بروتوس اللي صارت انه تفتح انت ستالي القوست و ستالي الشادو فمشان هيك هاي العمل المادني اللي حتكون مربوطة بالمهمات السرية الخاصة بسكين ديتبول هاي اخر التسريبات كانت فهي العمل المعدني لحد الان ما لا اي استفادة و ما لا اي شغل غير انك انت تجمعها واول ما كانت تشفناه فيه اللي هي العمل المعدني الموجودة بوبينغود فوق الباب عند اللوحة بتكسر لوحة تطلع لك فهي العمل المعدني اللي حتكون من تشرب ارجاء الماب كله عليك انك انت بتجمع هدول العملات المعدنية وبتروح بتبدله عن طريق الكمبيوتر هيك اخر التسريبات كانت فاول ما ينزل اي شئ عن عمل المعدنية و انك تروح تجمعه اشترك بالقناة فعل زر الجرس مشان يوصلك التحديات اول ما ينزلو اول باول واشرح لكم عماكن هدول العملات المعدنية هذا الموسم كله دهب بدهب فمشان هيك يعني ربطوا كل ستايل وكل سكين له ستايل خاص فيه دهبي ومشان هيك انت لما تفتح الستايلات الدهبية لازم تخلص مهمات واحد من المهمات اللي هي تبعات الديدبول يعني لحد الآن ارتبطت اللي هي العملات هاي الدهبية هاي العملات الدهبية متل ما انتولكم منشورة بكل الماب انا اول ما ينزل عنا اي شئ او كيف تجمعه لحن نزل عليها فيديو انك انت وين بتلاقي اماكنهم وشلون بتجمعهم من هدول العملات المعدنية فبس هيك كانت تسريبات لعننا المعدنية وشو شغلتها بالماب وشلون ارتبطت بمهمات الديدبول السرية هاي مفاجرة كانت من فورتنايت ما حدا اعلن عليها من قبل انه سينزل الو اسكين او ستايل دهبي للديدبول فنزلت عن طريق الملفات لما انت تفك تشفير الملفات بتلاقي هذا الاسكين الو ستايل دهبي موجود ملفات اللعبة حتى كمان بهذا الفيديو بيظهر لكم كيف لحيكون شكله وكيف لح تستخدمه اذا انت عملت ايموت او رأسة فيه هيك لحيكون الستايل الدهبي تبع الديدبول فبس هيك كان مقطعنا اليوم بشرح العملات المعدنية ويشرح المهمات اللي حتكون واحدة من المهمات السرية تبع الديدبول الستايل الدهبي سترككم هلا بمقطع صغير تبع الديدبول وتشوف شلون اللعب فيه وشلون شكله اللي حيكون للديدبول خلال الجيم فشكرا اذا تكمنت المقطع للاخر واذا اول مرة تشاهد عندي الفيديو على القناة اشترك بالقناة فعل زر الجرس ليوصل لك تحديات والجولد كوينز الخاصين بالديدبول وشكرا على المشاهدة وبرعاية الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة